اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليه بقى عشان ما ننزلش مع السطر السطر في الكراسة لابد نمشي على السطر تمام كده تمام طيب في دلوقتي احنا نهارده وانا هنعمل ايه حاجة اسمها التحليل الصوتي يعني ايه تحليل الصوتي يا استاذ قبل ما نقولك يعني ايه تحليل صوتي هنتكلم في حاجة جميلة جدا حبيبي دلوقتي لو مثلا انا رحت عند بتاع قماش وعلشان اجيب منه اتنين تلاتة متر بيعمل ايه بيقطع لي بيقص بيقطع بيقطع القماش عشان يخلص المتر او الاتنين متر من ايه من تبل القماش بيعمل ايه بيقطع بيقص ايه الاداة اللي بيقص بيها المقص تمام كده تمام طيب طيب لو اه في جزار وعايزين نروح نجيب لحمة من عنده ونقوله اقطع لنا حتة هيقطع حتة كده وخلاص ولا هيقطع حتة زي انا ما اقوله كيلو اتنين كيلو هيبقى كيلو اتنين كيلو تمام كده طيب هيقص هيقطع اللحمة ازاي بالسكين تمام كده يبقى بتاعي الايه ها بتاع القماش استخدم في القطع وفي القص استخدم المقص تمام وحدة ترقاس هنا ايه المتر بالمتر متر اتنين متر ثلاثة متر تمام كده تمام طيب بتاع اللحمة عمل ايه طيب السكين كانت الأداة هي إيه؟ السكين اللي إيه؟ السكين تمام طيب الأداة اللي استخدمها إيه؟ السكين طيب المأس إيه؟ الكيلو القياس وحدة القياس هنا الكيلو تمام كده؟ تمام طيب إحنا بقى في القراءة والكتابة عندنا في القراءة والكتابة هنعمل إيه؟ هنقطع الكلمة إزاي حاجة اسمها مقطع صوت حاجة اسمها إيه؟ قولوا معايا مقطع صوتي اسمها إيه؟ مقطع صوتي يعني مقطع صوتي يا أستاذ هقول لكم حاجة بسيطة جدا مقطع الصوتي جزء من الكلمة من أقطعه ونعرف نقوله لوحده جزء من الكلمة من أقطعه ونعرف نقوله لوحده ولي أمره هيقول لي أو الطالب هيقول لي تبوي يعني يا أستاذ أنت جبت جديد ما أنا أقطع كل حرف لوحده أقول له لا استنى تعال كذا تعال كذا في حرف ساكن هتعرف تقطع الوحده ما شاينفع طبعا في حرف مد هتعرف تقطع الوحده لا الحرف الساكن وحروف المد ضعيفة تعال نشوفه كذا الحاجة عملي كذا ونشوف يعني ايه مقطع صوتي وازاي نحلل الكلمة الوحدة هنا أطعها مقاطع صوتي تعالوا كذا نقول ايه نقول ايه حلل إلى إلى ايه مقاطع ايه مقاطع صوتي يبقى الكلمة يتكون من ايه من مقاطع صوتية يا استاذ من ايه من مقاطع صوتية من ايه من مقاطع صوتية تعالوا كذا نشوف ماشي كلمة زي الوحد بيقول لي كذا انا اطعها عادي ما فيش مشكلة تعالوا نشوف كذا مثلا الكلمة دي مثلا اقول لك يقول لي يا استاذ ما انا ممكن اطعها عادي بماشي اي مشكلة خلص نحيه تمام الالف لوحدها اهي اطعها عادي خالص الالف لوحدها اهو ماشي والحق لوحدها والميم لوحدها والدل لوحدها اقول له برافو عليك انت غلط ما ينفعش كده ما ينفعش المقاطع الصوتية وعشان احل الكلمة وان اطعها مقاطع صوتية ما ينفعش نعملها بالطرقة دي لها قاعدة لها ايه لها قاعدة لابد نمشي عليها مش اي حاجة وخلص طيب تعالوا كده نبدأ بايه بايه عايز اعلمكم حاجة ها دلوقتي احنا خدنا ايه الحرف المتحرك اللي هو الفتحة والكسرة والضمة تمام كده دي الحركات القصيرة طيب ماشي وخدنا الحركات الطويلة اللي هي المد بالايه المد بالالف ومد بالواو ومد بالياء تمام كده يا استاذ محمد بقول لي بس عشان ابص لأي كاميرا تمام كده حبيبي تمام تمام بص حبيبي في قاعدة لابد نمشي عليها عشان اعرف اقطع الكلمة هنا حنقطع الكلمة ايه لمقاطع صوتي يعني ايه مقطع صوتي المقطع الصوتي جزء من الكلمة من نقطعه ساعة ما نقطعه نعرف ننطعه الوحد تمام كده في قاعدة نمشي عليها في الحرف الحركات القصيرة لها قاعدة والحركات الطويلة والسكون لهم قاعدة والشدة لهم ايه قاعدة دي من نجدع بها خلص الشدة دلوقتي احنا النهار راح نتكلم عن ايه عن الحركات القصيرة اللي هي الفتحة والكسرة والضم والحركات الطويلة اللي هي المد بالالف ومد بالواو ومد بالياء تمام كده تعالوا نشوف اول حاجة الحركات القصيرة لها الفتحة والكسرة والضم زي مثلا ايه تعالوا نشوف الكلمة دي هده ا ا ا س دو دي حركات قصيرة كلها حركات ايه حركات قصيرة كلها الحركات القصيرة القاعدة تأتيتها عشان نقطع لمقاطع صوتية نقعب نقسم الكلمة دي تحتة 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 ونقسمها نعمل إيه الحركات القصيرة اللي هي الكاسرة والضمة والفتحة والكاسرة والضمة نعمل فيها إيه كل حرف مقطع طالما هو عليه فتحة أو كاسرة أو ضمة كل حرف مقطع شوف أنا بنتع إزاي؟ شوف المقطع الصوتي أ س دو عملتك هنا عم عزب نقطع طاها إزاي؟ أ س دو تلت مقاطع قلتهم الطعطن أهو؟ تعالوا نشوفها أقطع إزاي؟ أهو أ عشان متحرك حلو؟ عشان فتحة أو كاسرة أو ضمة الواحد هو أ وأقطع هو أ أقطع هنا إيه؟ بالألم تمام كده؟ هذه السينة هي أ س وقطع طالما حرف متحرك فتحة كاسرة ضمة وما فيش بعد سكون ولا مد أعمل إيه؟ كل حرف مقطع تمام كده؟ أطع 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 كل حرف إيه؟ مقطع أ س ودد له تمام مخرجنا الفاضل بيقول لي الفرق بين أسد إيه وأحمد إيه؟ نحن دلوقتي بنشرح الحركات القصيرة بس الفتحة والكسرة والضمة أحمد فاسكون حنشرحها كمان شوية تمام كده؟ شوف بقى أ س دو إيه ده؟ ده أنا بانط أهو أطعطها أ س دو في ثلاث مقاطع آيوة إيه فائدة التحليل للمقاطع الصوتية؟ بقول لك حلل إلى مقاطع الصوتية علشان أعرف أنطأ الكلمة صح علشان أعرف أنطأ الكلام صح علشان أعرف أستهجة صح دي بتفيدني كتير قوي حتفيد الطلبة كتير قوي يا أولياء الأمور ركزوا في الحتة دي كويس قوي التقطع ده مهم جدا وركز فيه أغامد حتعرف تستهجة وحتعرف تنطأ الكلمة بعد كده تمام هنا إيه؟ لو حركة قصيرة فتحة كسرة ضم ما بعدهاش سكون ولا بعدها مد كل حرف مقطع أهو ألف أهي ونقطع على طول قوي هتنسى القطع والسينة هي اقطع والدلة هي اقطع كم مقطع صوتي هنا هذه؟ واحد اثنين ثلاث آدت المقطع الصوت كم مقطع صوتي يا أستاذ تلت مقاطع صوتي هي عم عزبه آ س دو يبقى نقول المثال تاني علشان إيه؟ حسس أن التامر مش مركز ماشي أقول المثال تاني ماشي أهو ماهو ما جامل وماشي أعوزين في حاجة فها كسري بقى عشان من إيه؟ ما باشكل لها جاملي بص بص هنقول المثال إيه؟ آه رجع لا برضو فها فتح أعوزين كسري بقى يلا هم؟ 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 نقول مثلا زبحة لأ رجع برضو لأ هم؟ 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 أعوزين حاجة فها كسر هم؟ يلا يا تامر هم؟ هم؟ لا 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 بص بص حبيب أهي زار خلها مثلا ماشي يا عم أهي هادي هم؟ راجع حلو كده؟ را جا هم؟ عا طيب دي كلها فتح خلها كلها فتحا را جا عا يا عم عزب عشان أقطع الكلمة دي هم؟ عشان أقطع الكلمة دي من ثلاث حروف را جا عا كلها قصيرة نعمل إيه؟ يلا كده؟ يلا تامر معايا يلا را جا عشان أقطعها لما قطع صوتية عشان أحللها لما قطع صوتية أقطع الكلمة دي هايب يلا كده؟ قل معايا الله يناور عليك را جمعها نقطع الله يناور عليك أها أطعته برافو عليك را الوحدة عشان إيه؟ لا بعدها سكون ولا بعدها مد متحركة بس فتحة أو كسرة أو ضم را تابل جيم مع العين؟ تمام الله يناور عليك ما بعدها لا سكون ولا مد برافو والعين الوحدة كم مقطع كده؟ كم مقطع كده يا محمد؟ الله يناور عليك يا حبيب والدك را جا عا ما فيش لسكون ولا في مد؟ يبقى كل حرف مقطع تمام كده؟ يبقى المقطع الصوتي جزء من الكلمة حتة من الكلمة منقطعها ونعرف نمطعها لوحدها تمام كده عم عزب وصلت؟ تمام ما فيش لسكون ولا مد نعمل ايه؟ كل حرف مقطع تمام كده؟ تمام الله يناور عليك طيب حد مثال تاني كده وشوف عم عزب وشوف تامر وشوف محمد عزة فيقين وريقين ولا لسه نايمين يلا يا حبيبي يا حلوين يا مقطعطين وملا سيد نجيب فين يا ولاد؟ مجيش النهاردة؟ طيب ماشي بيستاذن كتير نعارف بعافية شوية ماشي تعال كده ديه تعال نشوف ايه؟ كلمة تانية كده عشان انت لح تحلها يا تامر وعم عم عزب وعم عزب وعم عزب يقول تامر خلاص كده؟ ماشي؟ يلا يا ريس سأتفضل يلا نقول مثلا ايه؟ لا كلمة تقول ايوة الله نوع عليك ايوة استهاج الكلمة كده تامر ايوة فا فتحة فا رأى كسرة ري يبقى فا ري حا فتحة يبقى فا ري حا الله ينور شوف انا بص شوف انا بص بص حبايبي شوف انا بنطاها ازاي؟ فا ري حا ده اصلا لوحدي كده من غير حاجة قطعتها صح؟ زي ما بنطاها قطعها يلا كده هتقطع ازاي بقى؟ نقطعها المخاطر الصوتية ازاي؟ طالما ابص الكلمة الاول نبص لها يا تامر لا واحدة ماستعجلش هتامر الكلمة واحدة واحدة كده هل الكلمة دي فاسكون؟ هل فيها مد؟ الله ينور عليك يا حبيب والديك يبقى كل حرف ايه؟ كل حرف مخطع قد الفا ناخد معها الرأ الله ينور عليك تمام نقطع ايوه نقطع على طول هه والرأة هه كسرة ناخد الحا معها نقطع علشان ما فيش لاسكون ولا مد فا ري ايوه بعد كده ايه؟ حا كما اقطع تامر؟ واحد نين تلاتة فا ري حا برافو عليك يا حبيب والديك واحد يقول لي يا ستاز ايه المخاطر الصوتية هتعمل لنا ايه؟ الكلمة اصلا يا تامر بتتكون من مقاطع صوتي تمام كده؟ مقطع صوتي لو قصيرة يبقى كل حرف مقطع تمام كده؟ كده فهمت موضوعي اللي حركة القصيرة كان فتحة وكسرة وضمة؟ نيني على السكون؟ نيني على السكون؟ نيني على السكون؟ نيني على السكون؟ احنا خدنا تاني قبل ما نروح للسكون المقاطع الصوتية فيها كام؟ 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 قاعدة القاعدة الاولى ان الحركات القصيرة فتحة كسرة وضمة مافيش بعدها سكون مافيش بعدها مد يبقى كل حرف مقطع كل حرف ايه؟ مقطع المقطع الصوتي هو ايه؟ جزء من الكلمة نعرف نقطعه ونقوله الواحده يالله بينا طيب احنا كنا نقول اول اول كلمة كتبناها ايه؟ يا استاذ تامر؟ ايه الله ينور عليك طيب استهجأ كلمة دي هنا استاذ تامر؟ الله ينور عليك حاء السكون؟ الحاء السكون ما ينفعش نطلقه لا 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 بس ماش حاء اسمها حاء سكون ما ينفعش نطلقه لوحدها نعمل ايه بقى؟ الحرف الساكن احنا احنا قلنا ايه الحرف الساكن ماله؟ حرف ايه؟ حرف ضعيف لابد يسند على حد قوي قدامه الفتحة والكسرة والضمة قوياء حلو؟ بيعتمدوا على نفسهم وبيساعدوا غيرهم كمان اما الحرف الساكن والمد ضعاف حرف ضعيف لابد يسند عليه قدامه لا يسند عليه قدامه بس لا ما يعرفش اللي وراه تمام كده شوف بقى الف همزة فتحة ا حاء ساكنة ينفع انطلقه لوحدها؟ ما ينفعش اخد الالف همزة دي معاها اخد الالف معاها يبقى ايه ايه؟ ا ا ا ا ا اح تمام مين فتحة؟ ما يبقى اح ما ده الضمة دو يبقى اح ما دو تب لو لو انت مركز يا تامر قل لي هتتقطع ازاي؟ يا الله قل لي ها؟ الله ينور عليك برافو ساقفوله برافو عليك والله قال لي يا استاذ اح مع بعضها عشان الحرف الساكن مع اللي قدامه ما ينفعش ننطق الواحده يبقى ده ما اقطع صوته واحد برافو عليك تاني وليه جايزة عندي؟ تمام كده؟ اح شوف حتى انا منطقها اح ما دو طيب الميم تتاخد معها؟ وما المالها؟ ليه؟ الله ينور عليك قوية وما بعداش حرف ساكن ولا مد اح ما والده الضمة معها؟ لوحدها كذلك بغضو عشان ايه؟ الله ينور عليك كم مقطع هنا؟ ليه؟ تلاثة نيمة واحد، اتنين، تلاثة، اربعة، اربعة، اربعة حروفه؟ الله ينور عليك فيه ناس هتغلطوا تكتب لأربعة عشان عدد الحروف اربعة اقول له لا اه هو انا نطقط اربع مقاطع صوتية؟ ما حصلش انا قلت اح ما دو ثلاث مقاطع نطقطهم من بقي يلا اح ما دو كم مقطع؟ برافو عليك يا حبيب والديك ايوة كده عزت بملكي زيمن ومال محمد الملكي فين؟ الله ينور عليك تمام؟ والله برافو عليك والله يتامر والله من الناس المجتهدة والناس الممتزة جداً وبتابع كلمة كلمة انا بقولها برافو عليك والله ماشي، هكتب كلمة تانية بقى لعم عزب المراتي تمام كده؟ يلا يلا لا 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 يلا يلا يا ام عزب يلا انطالي الكلمة دي كنا استهجاه واحدة واحدة ايوة ألف همزة كسرة يبقى ألف كسرة ايوة بقسة كنا عرف انطال وحدها؟ ليه؟ عشان حرف ضعيف لابد يسند على اللي قدامه اللي قدامه ألف قوية ألف همزة كسرة ايوة بقسة كنا اب را فتحة را يبقى اب را تأضم تو اب را تو لو ترى تحليل هالي مقاطعة استطيعها عم عزب وتقطع هالي صح ليه جايزة عندي يلا كده؟ هم؟ يلا عم عزب ماشي ايوة ايه؟ اقطع الله ينور عالي ايوة كده يا جماعة حتى عم عزب مدير التصوير النهاردة مبدع تمام كده؟ يبقى ألف همزة كسرة ايه؟ اخد معها البقى اللي لا ما تقطعشي لابد تاخد البقى معاها ما ينفعش تبقى مقطع صوت الوحدها الحرف السكن ضعيف ما يابد يسند على الحد قوي والالف همزة كسرة ايه؟ بقى ساكنة اب واقطع يا عم ولا اخد حاجة معاها تانية؟ لا اقطع كده اب هه؟ را فتحة؟ را اقطع ولا اخد التقى المربوطة معاها؟ اقطع ليه؟ عشان الحرف اللي بعدها مش ايه؟ لا سكون ولا مد اب را تأضم تو يبقى كم مقطع هنا يا حبيبي؟ ليه؟ اربعة اربعة حروف اهو؟ اربعة حروف اهو؟ الله ينور عليك يا عم عزة بربو عليك قال لي هي اربعة حروف اه بس في حرفين مع بعض يبت نطق مقطع صوت واحد اب را تو يبقى ثلاث مقاطع صوتية ايوه كده انا عايز الناس فايقة عايز الناس كده عشان اولادكم والله والله اولادكم محتاجينكم وهم واطفالنا فعلا هم املنا والله بربو عليكم هقول كلمة تانية على السكون علشان قبل ما ندخل المد معلش هنتعبكم معايا شوية النهاردة تمام يا عم عزة بربو عليك يا حبيب والديك تمام هكتب كلمة تانية كده هم هكتب من الحروف اللي احنا ايه خدناها علشان ايه علشان الناس ايه ما تركز شوي تمام كده هم مثلا 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 اه هي يلا احنا نكتب الكلمة ونفتح قوس اهوت كده ونقفله ونكتب هنا عشان نكتب المقاطع الصوتية عشان ابناءنا يتعلمها صح انت قلتلي ايه لا انت حافظ شكلها ما ينفعش يا محمد يا ملكي ما فيش فايدة فيك مش عارب تتعلم ما فيش فايدة تبق اقول هلك تانية يا محمد يا ملكي انا عارف معلش انا عارف ان فيك فروق فردية والله عارف معلش ماشي حق كسرة حي حق كسرة حي بق ساكنة ينفع انطقل وحدها اتعلم من زميلك من تامر شوية يا محمد يا ملكي يا نار ابيض حق كسرة حي شوف حب مقطع صوت واحد حب رأضم رو يبقى كده حبيبي حلوين كم حرف هما ثلاث حروف بس ايه في حرف ساكن لابد ما اعلق قدامه او اللي قبليه زي احنا ما من نقول علشان ما ينفعش ننطقل وحده تبتعلا اقطع كده بقى يا ملكي يا رب يا محمد يا ملكي عاوزة بنبسى ديك جايزة النهاردة ببلي ما دمشي يالله حبيبي ياله برضو ايه ويفتي ليه يا ابني واتعيطش يا حبيبي انت واحدة واحدة بس واحدة واحدة ركس شوية والله هتحلها والله وعلى فكرة انت كويس جدا والله يعني ثق في نفسك كده بس موضوع سهل جدا والله بص حبيبي حق ساكنة اعمل ايه اخد الباق معها ولا ايه بطنطق ايو ايو ايوة كده اهو والله انا بقول عليك كويس والله حلو والله حيجي منك انت كويس على فكرة بس انت بس عدم الثقة دي مش عارف تجيبها منين حب اهو شوفوا الحق مع الباق ليه يا استاذ الباق ساكنة يبقى مع اللوت دمها عشان تسند عليها حب الحق كسرة قوية تمام؟ معتمد على نفسها بل بتساعد الاخرين كمان حب والرق ضم رو الفاتحة والكسرة والضمة لو ما فيش بعدهم سكون وبعدهم شمد يبقى كل حرف مقطع لو فيه سكون كم جنة؟ ثلاث مقاطع؟ مقطع بربع ايوة كده انا عايز اكتب بفاية كده يا محمد يا ملك ايوة كده بدأت كده تستوعبه محمد يا ملك حب رو ثلاث مقاطع ثلاث مقاطع؟ ملكي ركز معايا ملكي اتنين بربع عليك ايوة كده عايزك تتفاعل معايا والله والله يجي منك والله انت كويس جدا على فكرة بس انت بس ايه تروح تراجع وتوري الكراسة بتاعتك لماما وبابا ويراجع معاك زي ما نعمل لك كده بالظبط افتح كراسة الصوت واكتب حلل الى مقاطع صوتية واكتب الحاجات دي تمام كده؟ انتو كاتبين اصلا اكيد كتبتوا اصلا من الفتحة والكسرة والضمة تمام يبقى كده حبايبي فتحة والكسرة والضمة لو ما فيش بعدهم سكون كل حرف مقطع تمام كده؟ ولو فيه سكون يبقى حرف الساكن حرف ضعيف باخده معا له قدامه اهو زي اح ما دو اب را تو حب رو كده بالنسبة للسكون تمام كده؟ تمام محاوة ده ملكي؟ اروح للمد بالالف والوا والياء ولا اشرحها تاني؟ تمام؟ الله ينور عليك ايوة كده عايزك تبى زي زمالك والله يا محمد والله والله بحبك فعلا بس انت مش عارف ليه وتبى متردد كده؟ ودايما مش واسق في نفسك ليه مش عارف؟ تمام احنا كده ندخل فين؟ في المد يا حبيبي يا حلوين احنا قلنا حرف السكن حرف طعيف؟ وكذلك برضو المد يا ولاد والله حرف طعيف ليه؟ انا بانطقه اصلا ما بانطقهوش تعالوا شوفوا كده تعالوا شوفوا اكتب كلمة فاها مد كده يلا يلا انطقلي كده يا محمد يا ملكي حنبدأ بيك بقى في المد يلا 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 تمام تا فتحة تا طب بعدها مد بالالف ادي الالف اهو ما علوهوش تشكيل مش متشكل المد ما بتشكلش والحرف اللي قدامه عليه فتحة فطولنا مدناها حرف شوي مدنا التا شوي يعني مدناها يعني زودنا صوت الحركة شوي الحركة بالفتح نزودها شوي تا بق فتحة بق طيب يا محمد يا ملكي لو قلتلي الكلمة دي كم مقطع حد دي الجايزة يلا برافو عليك يعني برضو محمد يا ملكي ما فيش فايدة عم عزب برضو ينطقها شوف عم عزب قال ايه يا استاذ دا فيه مد هنا والحرف المد برضو ضعيف بيتاخد مع اللي قدامه اصلا ما نتقطش الالف اصلا قلت تا مقطع واحد اهو واقطع بعديه على طول يبقى السكون مع اللي قدامه مقطع الحرف المد اهو مد بالالف اهو اتخذت مع التا ودي البا الوحدة هاي يبقى تا با المقطع الصوتي جزء من الكلمة بقطعه اعرف انطقه لوحده اهو تا اطعنا انطقته لوحده عادي خالص اهو با تا با مقطعينا هو يا حبيبي تمام كده هقول كلمة تانية يا محمد ملكي وان شاء الله ستبقى تمام النهاردة يلا حبيبي هقولك كلمة تانية هنقول مثلا يلا اهو هم كلمة ساهلة اهو يلا با بو با بعدها مد بالالف با با ضم بو يبقى با بو طيب كم مقطع هنا اتنين ليه اتنين عشان البا بعدها مد بالالف ده ما اقطع واحد انا طاقته قلت با ولا با او ولا اي حالة لا 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 انا قلت با مقطع واحدة اهو وده البا ضمه هون با بو طيب نشوف المد بالياء كده يلا يلا حبايباء حلوين هه يلا كلمة دي باقي اللي انطاها ليبقى روعة يلا استهجها لي واحدة واحدة كده هه يلا تنمون روح تفين الناس راح تفين يا جماعة كنتر نام تا كسرة تي بعدها مد بالياء تي نون ضم نو يبقى تي نو تي نو ايوة كده ايوة كده ايوة كده محمد يا ملكي انا عايزك دايما دايما كده واخد بالك قال لي ايه تا كسرة تي بعدها مد بالياء استاذ يبقى تي نون ضمه نو طيب يا ملكي تي نو اللي انطاها صح دي انا عايزك تقطعها للمقى تحللها للمقاطة الصوتية يلا يلا يا ملكي نرافو عليك ايوة كده المد بالياء مع اللي قدامه على طول المد مع الممدود المد مع الممدود المد من المد اللي ياء مد بالياء من الممدود اللي احنا مدناه التا يبقى تي المد مع الممدود تي نو نضم نو يبقى احنا ايه؟ الحرف المتحرك لوحده الفتحة كسرت ضمه لوحدها كل حرف مقطع الساكن مع اللي قدامه مقطع والمد مع الممدود دولة التالت قواعد اللي احنا عايزين نعرفه بالنهاردة سيبك من الشدة دلوقتي واللمي القمرية والشمسية لسه في الحلقات القادمة ان شاء الله يبقى تاء كسرة بعدها مد بلياء عايزين نقطعها كده عشان نعرف انطقها يلا المد مع الممدود ايه المد هنا مد بلياء مع التاء الكسرة يبقى تي دي حركة واحدة ما نطعناش الياء خالصة هو تمام كده يبقى مقطعين هنقول لكم بقى كلمة ثانية كده يلا احنا قلنا ايه شوفوا ايه حتة ديت اهي الناس هتغلط فيها اهي دي مد ولا مش مد عم عزب هه ثاء فتحة ثاء واو ساكنة ثو بأضم بو في مد بالواو هنا ولا ما فيش مد اه في ناس هتغلط كتير هنا وتعمل لي ايه هه تعمل لي دي مد لا دي مش مد خلص يا اولاد ماشي يبقى هنا حرف الساكن مع اللو قدام اهو اهو تمام كده ثو بو ثو بو ثاء فتحة ثاء واو ساكنة ثو بأضم بو يبقى مقطعين تمام كده نكتب كلمة تانية كده اخيرة يلا على الايه على المد كده يلا حبيبي يا حلوين يلا اهي شوف الفرق واو المد واو الايه السكون يلا كده يلا حبيبي يا حلوين في الكنترول مش معايا لايه نم نمتوا يا جماعة لا انا عوشكوا صح صحوا ده لسه بدري لسه بدري في الحصة تعالوا كده الكلمة دي تأضم يلا يا تامر فين الناس تأضم تو بعدها مد بالواو تو تأضم تو شوف بقى عرفتوا بقى الفرق بين الواو الساكنة والواو ايه ها في التقطع واحد بس في النطق مختلف تقطع واحد بس النطق مختلف شوف تأضم تو واو ها الواو دي ايه اولاد مش ساكنة معلاش تشكيل خالصة اهيه والحرف اللي قدامها ايه عليه ضمة يبقى تو تو اهيه يبقى المد مع الممدود اهو اهدي المد مع الممدود مقطع يلا اقطع وهذه التاقي الضمة اهيه يبقى المد مع الممدود الحرف المتحرك لوحد فتحة كسرة ضمة ما بعداش لا مد ولا بعدها سكون يبقى كل حرف مقطع لو فيه مد يبقى مع الممدود لو فيه سكون يبقى مع اللي قدامه تمام كده تو تو مقطع اهو تمام كده بكده حبيبها حلوين مش هندي حاجة النهاردة غير ازاي نحل لمقاطع صوتية واعدها سريعا سريعا كده تمام الموضوع الله سهل جدا وبسيط جدا ماشي بس انا عايز ابناء لنا الكرام لما الفيديو ينزل على صفحة القناة ياريت يعيدوا مرة واثنين وثلاثة واولياء الامور يركزوا يركزوا معايا جدا علشان موضوع التقطيع ده مهم جدا في القراءة مش حاجة كده وخلاص ميكانيكية كده وخلاص لا او اوتوماتيكية لا لابد نتعلم التقطيع علشان نعرف ننطق نحلل الى مخاطع الصوتية علشان ايه نعرف ننطق الكلمات مش نعملها كده وخلاص لا ده بتعلمني ازاي انطق الكلمة صح احنا بنقطع الكلمة هنا الكلمة عندنا في اللغة العربية او الكلمة عموما في اي لغة مقطع صوتي عدة مخاطع الصوتي المقطع الصوتي يعني ايه مقطع صوتي جزء من الكلمة بنعرف نقطعه وننطقه الواحده بنعرف ننطقه الواحده اهم حاجة الحتة دي تعالوا كده سريعا كده كلمة مثلا اهي يلا عشان نرجع للسكون تاني اهي عشان فيه الناس هتطلع بط يلا عشان في النطق بس يلا بق فتحة بق هنا الف همزة ده بق اللي الف الساكنة والهمزة الساكنة كده نعرف ننطقه الواحده يا عم عزب الله ينور عليك بق سين ضمه سو يبقى بق سو طيب يا عم عزب احنا اتفقنا القاضة اللي احنا اخدناها النهاردة لو في حرف ساكن في التحليل الصوتي او في النطق في المخاطر الصوتي او حتى بننطقه بننطقه مع مين مع اللي قدامه يبقى بق ما هي مقطع صوته واحده ونجي اقطع على طول بعد السكون اتعلم حاجة اقطع على طول تمام كده بق سين ضمه سو يبقى بق سو بق سو كم مقطع عم عزب هنا ثلاثة اتنين عشان انا نقطع طه مرة اهي بق ادي مقطع صوتي سو مقطع ايه اهي بق سو تمام كده نجيب كلمة تانية يلا عشان الناس يلا فيها مد يلا حبيبي يا حلوين كده يلا مين 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 احنا نكتب كلمة دي مسر اهي عم عزب اهو لا سكون ولا فاها مد برافو عليك يا عمازا ايوة كده ادي العين اهي ايه العين دي عملك دا ليه ماشي بص العين حبيبي حلوين اتنين بشارطة كده تمام كده ع ز اهي برافو عليك ايوة كده مقاطع صوتية ايوة كده انا عاوز اتبع معي مركز كده تمام كده خدنا السكون اهو ولو متحرك اهو ما فيش سكون واعاوز حاجة في المد بقى عشان ننهي يلا هناخد مثلا ايه هم حد ينطع لكلمة دي هم فهل فتحة وفهل كسرة وفهل الضمة وفهل مد يلا يلا كده عم عزب الخاء فتحة خاء الخاء دي بعدها مد بالالف نقول ايه خاء لم كسرة لي يبقى خاء لي دا الضمة دو انا سمع واحد بقولي خاء لا 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 الخاء مفخمة غليظة خاء 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 اهي خاء لي دو كم مقطع دي عم عزب انا عوزة تحللها لكده المقاطع يلا كده نقطع ام ليه لاخد المد معاها المد مع الممدود يا استاذ انتنسيت ولا ايه اهي نقطع ولا ناخد اللم معاها اقطع الله ينور عليك يبقى ان دا بداخلت في مقطع تاني خاء اهي لم كسر اهي لي اخد دا معاها اقطع خاء لي اهي تمام خالد كم مقطع هنا خمسة واحد اتنين ثلاثة الله ينور عليك برافو عليك كده حبيبي حلوين اختصر النهاردة موضوع تحليل الكلمة الى مقاطع صوتي قلنا المقطع الصوتي جزء من الكلمة من اقطعه نعرف ننطعه الواحد خلاص كده تمام وانا خدنا القاعدة لو حرف حروف متحركة عادية فتحة كسرة ضمة مش بعدها سكون ولا بعدها من يبقى كل حرف مقطع تمام تمام فضل الوقت ادي كده يا سيدنا محمد تمام مشاهدين يا كرام كده كده يعني انجزنا الحمد لله رب العالمين التحليل الى مقاطع صوتية با استخدنا الحرف المتحرك بفتحة كسرة ضمة اخدنا الحرف الساكن معه قدامه اخدنا المد مع المنبود سيبك مش شدة دلوقتي واللم الشمسية والقمر لسه قدامهم موضوع كبير الموضوع والله والله الموضوع بسيط جدا ابسط متى تخيله تخيله الاجانب الهنود تعلموا بالطريقة ديت ماشي وكان يعني موضوع يعني كان راح انك علم منها كانت مجموعة مرش باي حاجة روعة حاجة ايه ده وكمان واجنبي مش مش يعني مش عربي وعرف ينطق الحروف كويس عرف ينطق الكلمات كويس عرف ينطق الجمل كويس ووصل لمستوى رائع احنا مش متخيلين وخلصنا يعني كيف بكده وصلنا لنهاية الحلقة كنت نفسي اتمنى يعني كنت اتمنى ان انا اطول معاكم في الحلقة بس للأسف الوقت دهمنا وانا يعني بقولكم كل سلام طيبين ومبسوط جدا ان انا ببعاكم على الاقل ولو مرة واحدة في الاسبوع نخلم بس يعني ادارة البرامج يعني تضبط الوقت شوية بس هابت بس عشان الايه اولياء والامور وعلشان اطفالنا لحباء وما تنسوش في كل حلقة عايز انا في طول الاسبوع تبعى تولي فيديوهات عايز انا اخلي نص الحلقة فيديوهات لحبيب الطلبة ان كانت حركات ان كانت كلمات ان كان انشاد ان كان القرآن اي حاجة ابعتوا على واتساب اي حاجة صفر الف واحد وعشرين 23-23 ده الواتساب بتاعي وان شاء الله تعالى كل الفيديوهات اللي حد جيلة هنعرضها ان شاء الله تعالى بكده نحصلنا نهاية الحالة أشكر جميع زملائي من أكبرهم إلى أكبرهم عشان ما بش حد صغير فيه مش عاوز يعني عشان ما ننساش حد كل زملائي الأستاذ محمد الأستاذ محمد عزة مخدرنا كبير والأستاذ تامر طبعا محمد ما نكلاقه كمام كده عم عزب لأجل تاعب معنا النهضة كتير طبعا ما ننساش طبعا إسلام ما نرشي أن الإسلام خلص نهاي كرماني الأستاذ نصر الشاهد الأستاذ عادل الأستاذ أحمد أحمد عزة كل الناس بجد يعني أشكرهم جدا وأشكر حضراتكم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته